أولا كيف تعلق على هذه الصورة يعني قصف إسرائيلي ورشقات من غزة باتجاه غلاف القطاع هل العملية مقبولة سيد أشرف فعل ورد فعل يعني في الواقع إسرائيل تعاني مشكلة كبيرة يعني يعرفها المحللون الإسرائيليون والقادة أيضا بأنها تأكل قوة الردع الإسرائيلية إسرائيل تحاول في هذه العملية استعادة جزء من قوة الردع المتأكلة من خلال ضرب قطاع غزة باعتباره الحلقة الأضعف وإسرائيل لا تريد مواجهة مع حزب الله في لبنان ولهذا السبب اختارت غزة لتكون عنوان لضرباتها ولكن حتى الآن الضربات الإسرائيلية في غزة هي ضربات محدودة ومنطقة مرتبطة بقائمة من الأهداف الإسرائيلية المحددة التي سبق وتم ضربها مرات عديدة ربما تبحث إسرائيل عن هدف ثمين ربما تبحث عن اغتيال أحد قادة حماس أو قادة المقاومة في قطاع غزة باتبار أن هذا سيكون مؤلما للمقاومة وبالتالي ربما يبرد نار العدو الإسرائيلي بأنه لا يستطيع فعل شيء مقابل تعدد الجبهات الذي حصل الآن بعد الصواريخ التي اطلقت من لبنان وإسرائيل تقول أنها تواجه جبهة متعددة تشمل إيران ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية بطبيعة الحال والقدس المحتلة باتبار أن المناطق الفلسطينية كل متكامل ولكن المشكلة الرئيسية تبدأ بالقدس وهنا ربما لم يقدر القادة الإسرائيليون أنهم يلعبون بالنار وأن هذه ستجر إلى فتح جبهات عديدة أمام إسرائيل وهناك أيضا بالرغم من أن يبدو أن الإسرائيليين يعني متحدون في مواجهة ما يسمونها عدوانا خارجيا ولكن يمكنك أن تسمع بوضوح أن هناك انتقادات كبيرة لوزراء بالحكومة الإسرائيلية لعمليات استفزاز التي يقوم بها الإسرائيليون تجاه القدس والمناطق الفلسطينية المختلفة وبالتالي سيكون هناك أيضا تصفيات حسابات إسرائيلية داخلية ولكن ما يحدث الآن في قطاع غزة يعني هذه نقطة محصلية سيد أشرف ربما محدود لم يصل إلى مستوى يدفع الفصائل حتى إلى تصعيد ردها تجاه قطاع غزة ويبقى الآن يعني نار صغيرة من إسرائيل ربما تكون أكبر طبعا من النيران التي تصدر من قطاع غزة ونيران صغيرة من قطاع غزة مقابل النيران الإسرائيلية ولكن لا أحد يدري إلى أي مدى ستذهب هذه العملية نحن لسه لن نزال في البداية في البداية وقد تتطور الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك طيب أنا لديه مقتتان يا سيد أشرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر